دشنا مدير مكتب الصحة بحضر موت الساحل الدكتور محمد الجمحي الدورة تدريبية الخاصة بإدارة الحالة للكوفيد 19 للعاملين في المستشفيات ومراكز علاج كوفيد بالساحل وذلك في قاعة مركز طب الأسرة بجامعة حضر موت ويأتي تدشين برعاية وزير الصحة ومحافظ حضر موت بدعم من منظمة الصحة العالمية وتستمر الدورة على مدى خمسة أيام ينفذها كل من المدربين دكتور وليد سعيد بن ناشي استشاري التخذير ودكتور عوض عبدالله بمخرمة أقصائي الحالات الحرجة والطوارئ